تعز لا مكان إلا وتركت فيه حرب الميليشيا أثرا ودمار من يعرف هذا الحي سابقا يدرك حجم المفارقة بين الأمس واليوم فخلال عامين تحولت المدينة إلى ساحة مواجهات مفتوحة وكل شيء هنا تطبع بطباع الحرب فالمنازل تحولت إلى متارس وخنادق في خطوط المواجهات القتال بهذه الطريقة يعكس شراسة المعركة فالمسافة بين من يطلق النار والهدف لا تتعدى الحي المقابل يستبسل المقاوم في الدفاع عن حيه ومدينته وفي المقام الأول عن كرامته فالحرب مع الميليشيا حرب كرامة أو هكذا صار الأمر بالنسبة لليمنيين في تعز أيضا تبدو المعركة للمتابعين بأنها ذات نفس طويل ويسعى كل طرف فيها إلى استنزاف الآخر من خلال موجات الكر والفر إلا أن هذا لا يخلو من تقدم تحرزه قوات الجيش الوطني والمقاومة بين الفترة والأخرى فقد تمكنت مؤخرا من السيطرة على موقع الرادار وتبت الأريال المطلة على شارع الخمسين شمال غرب المدينة بحسب ما أعلنته قيادة المحور الناحية الشرقية من المدينة كانت أيضا مسرحا لمواجهات اندلعت بالأمس وما زالت مستمرة في محيط معسكر التشريفات وحي الدعوة الذين يتعرضان لقصف مدفعي متواصل من قبل الميليشيا المتمركزة في تبة سوفتيل الحال لم يختلف في ريف المحافظة الجنوبي الشرقي وتحديدا في مديرية الصلو التي لقي فيها ثلاثة من عناصر الميليشيا مصرعهم خلال الاشتباكات مع قوات الجيش الوطني في المنطقة